ما فائدتها؟ سؤال يتدول بين البغداديين عن بعض الوزارات في التشكيلة الحكومية وزارات لم تحقق الأهداف المرجوة من وجودها كما يقولون ضعف أدائها أمام اتساع دائرة الأزمات التي يعيشها المواطن جعلها تواجه سيلا من الانتقادات إذا ما يقدمون خدمة المواطنين إذا ما يكون هناك فائدة من وجودها أصلا من المروسين وزاراء وأدنى فالأفضل تغييرها جذريا لازم الوزارات لازم التابع حسن شكو وزارة لازم تنزل للسوق التابع مثلا وزارة الزراعة تابع الزراعة وزارة التجارة تابع التجارة لازم نصير متابعة أراء المواطنين تتوافق معها بعض الرؤى التحليلية حول احتياج الكابينة الوزارية إلى عملية ترشيق لتحقيق الإصلاح الإداري ترشيق يتطلب إلى جانبه إعادة النظر بخطط عمل بعض الوزارات إيجاد رؤية جديدة لإدارة الدولة وفلسفة في كيفية هذه الوزارات في حال عدم كفاءة هذه الوزارات أما بدمجها أو تنشيطها بكفاءات جديدة برؤية جديدة حتى يستطيع البلد أن يتقدم خطوة إعادة الهيكلة إن تحققت فقد تكون في مسار تحسين الأداء الوزاري والتقليص التراهل في مؤسسات الدولة إجراؤها ثمارها مطالب شعبية تنتظر الإقدام عليها من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير اشتركوا في القناة